إيناس حقي بعد تخرجها في الحقوق سنة 1953 مثلت إيناس حقي مصر في بطولات السباحة العالمية ففازت بالمركز الأول في سباق سان لابول بفرنسا عام 55 والمركز الأول في سباق المحترفات في سوريا عام 58 بعد أن قطعت 33 كم في 9 ساعات وإلى جانب كونها أول سباحة مصرية في القرن العشرين عملت بالمحاماة من سنة 1953 حتى 1963 وبالشؤون القانونية بشركة مصر للتأمين حتى إحالتها للمعاش ورحلت إيناس حقي عن عالمنا سنة 2009 وهي أم لثلاث بنات من زوجها الفنان الراحل عاد الخيري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة